عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود على ولده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المتح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش رواه البخاري ومسلم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا